السلام عليكم أعزائي التلاميذ سنة رابعة ومتوسط أهلا وسهلا بكم معي من جديد أعزائي من تابعي القناة الجدد أهلا وسهلا بكم معي أحباتي شرفتني ونورتني بتنسوش الفضلكم دعم القناة بالضغط على زال الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس بإذن الله نوصل أحباتي في سلسلة المراجعة الخاصة بالاختبار الثاني أو اختبار ثلاثي الثاني الخاص باللغة الفرنسية كما شفتوا يعني كنت نشرت فيديو فيها نموذج خاص بالاختبار حول موضوع لفيولانس لفيولانس يعني العنم في الوسط المدرسي وموضوع اليوم بإذن الله عفوا سيكون حول التضامن ولا نسميوها هذه المواضيع يعني كما راكم تشوفوا يعني مواضيع وقعت في الأوينة الأخيرة ونماذج الاختبارات يعني تقريبا تكون حول مواضيع الساعة اللي هي حاليا كما راكم تشوفوا الأحداث الأخيرة زلازل اللي وقعت في العالم يعني في تركيا وسوريا وكذلك الهبات التضامنية من كل أنحاء العالم يعني هذا الموضوع راح يطرح موضوع كذلك موضوع كما راكم تشوفوا كذلك حادثة الأستاذة في ولاية باتنا يعني هذا كذلك يحطنا أننا نطرحو هذا الموضوع من جديد والا حيباتي تبعوا معيان نعم لتضامنية لذلك يوم 20 ديسمبر يوم 20 ديسمبر هو اليوم العالمي لتضامن الإنساني لكذلك الوقتسي بإستمارة الآخرين يوم 20 ديسمبر يعني نقول موضوع مني هي طريقة جميلة للعيشة معن هل هذا صحيح أو خطأ يعني هنا يطرح السؤال La solidarité, c'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. التدامن هو شيء الذي يحيد ويربط الاشخاص بإحساس المساعدة أو التعاون فيما بينهم. Ces personnes se sentent liées car elles font partie de la même famille ou vivent dans la même ville, le même pays, sur la même planète. وهذا الاشخاص يحسون بالارتباط أو يحسون أنهم مرتبطون مع بعض لأنهم يعني ينتمون إلى نفس العائلة أو يعيشون في نفس المدينة في نفس البلد أو على نفس القرى الأرضية. Être solidaire, c'est le contraire d'être égoïste et chacun peut l'être à sa façon. الشخص لما يكون متضامن أو الإحساس بالتدامن هو عكس الأنانية اللي هي الشخص لما يكون égoïste, يحب يعيش واحده فقط ولا ما يحبش يعيش عامل الآخرين إيش أكمل بلاتر à sa façon يعني وكل واحد يمكن أن يكون متضامن بطريقة سهي. يعني هنا راح نشوفو طرق التدامن دفع 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 نشوفو طرق التدامن دفع دفع أين زميل، وحيا ليظلم، في الخارج، يمتضامن أو على نفس المدينة وحيا يمكن أن يكون مدفع بلاترد من المدينة وحيا تدامن أو حياة بعد مدينة وحياة في المدينة يمكن أن تكون متعب في حاجة آخرين وحياة أعب في جمعيات والجمعيات التي تساعد الأشخاص وهو الإحتاجات والأشخاص يعني اللي يحتاجوا المساعدة نترسوسيته يتوسي بازي سور لسوليداريته بارعزامل تيباران كوتيز ذرسوا نسوم الهتاء بو أتريبوه آتوس دي سون دي سنتي غراتوي يعني مجتمعونا كدليك عندو قاعدة أو يعتمد على التوامن مثلا موالديك يعني اللي بارانتعك تيباران كوتيز يعني يشاركو بمبلغ مالي يعني اللي بارانتعنا ولا أي عامل أجير عند الدولة يشارك بمبلغ مالي ذرسوا نسوم الهتاء يعني ندفع مبلغ بسيط للدولة حتى نضمن للجميع العلاج الصحي المجاني يعني بهذا المبلغ البسيط نحن نشاركو في التدامن مع أشخاص آخرين يعني معنهم جدخل ونساعدوهم من أجل الحصول على العلاج المجاني ونساعدوهم من أجل الحصول ونساعدوهم من أجل الحصول حتى تتطور ونساعدوهم من أجل الحصول يعني من أجل الحصول على العلاج ونساعدوهم من أجل الحصول على العلاج المجاني ونساعدوهم من أجل الحصول على العلاج المجاني والتدامن هي مهمة جدا لأنه يعني سوسو تونيغ لما الأشخاص يدعموا بعضهم البعض هي من أحد أجمل وأحسن الوسائل حتى نخلق عالم عادل يعني حتى نعيش في عدالة اجتماعية ونعيش في سعادة ونعيش في سلام مع بعض لازم علينا نكونوا متدامنين ولأ أحبتي كما شفتوا هذا النص الخاص بموضوع التدامن ونظن نرح يقصدوا التدامن اللي كنا شفناه مع إخواننا في تركيا وسوريا جراء هذا الزلازل نتقل هنا أحبتي لمناقشة الأسئلة فقط ملاحدة لازمكم تسمعوني جيدا جيدا فيما يخص لدوزين بروجي اللي كنا شفنا فيه موادع تاعة وشفنا كذلك موادع لانا على فيرانس لتيب دي تاكست ستاة تيب إكسبيكاتيف باش تكونوا على بعيكم يعني هو نمط شرحي يشرحنا أسباب ونتائج هاد الدواهر لهذا أي موضوع قتوه داخل في هاد الاختبار سيكون لتيب تاعة التاكست هاد إكسبيكاتيف لأن هاد السؤال ستكرر بزا في التعليقات voilà نسوه تحديث على لسولداريتي لسولداريتي هي موساعدة الاخاري لانا على سيكون لسولداريتي ادى لسولداريتي داخل داخل شوزي لسولداريتي نسوه تحديث على لسولداريتي بزا في التعليقاتي 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 La solidarité entre les pays riches. يعني البولدان الغنيا تسا دعمل مع بعضها فقط. هذه خاطة. Donc, les bonnes réponses, il y a A و C. Les entreprises, il y a شريكس. وحنا يمتلك لنشف الناس أن نوكي نسا دعمل بين الشريكس. Donc, نسأبو جيدة. Les deux bonnes réponses sont la solidarité entre les personnes et la solidarité entre les pays. Voilà. Troisièmement, relève du deuxième paragraphe la définition de la solidarité. الساخرجمنالفقالاثنية تعرف كلمات la solidarité. أحن شفوها مع بعض البعض في النس. الأحدى معية الحباتي. La solidarité, c'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Il y a شيء الذي يوحي دو يجمع الأشخاص في إحساس المساعدة أو التعاون. هني أحببت زكيماركم تفوا هذه الأسئلة وهي بسيطة حول أنكم تركزوا جيدا معها حتى تجمعوا و تلتاقتوا أكبر عادل ممكن من النقاط نواصل هنا 4 يمان ريبان بالفرية أو فور أجيب صحيح أو خطأ A. la solidarité نو برمي دو فيفر انسان بلان ب التدامون اسمح لنا بالعيش معا في سلام C'est vrai B. nous devons être solidaires avec ceux qui ont besoin de nous يجب علينا أن نكون متضامنين مع هؤلاء الذين يحتاجوننا C'est vrai C. la solidarité est un comportement raciste التدامن هي أسلوب أو تصرف عنصري C'est faux D. nous devons être égoïstes avec les autres C'est faux يجب علينا أن نكون أنانيين مع الآخرين C'est faux أحببت زكيماركم تعرفوا هذه المصطلحات الخاصة بهذا الموضوع يعني باش تقدروا تجاوبوا كذلك يعني حاولوا أنكم تفهموا النص جيد نواثل هؤلاء نمواثل 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 Le 20 décembre solidarité. هنا كما لكم تشوفوا احبتي هاد الاسئلة. ممكن انكم ما قلتوهمش يعني ما عاوتوش قلتوهم في السنة الرابعة. ولكن لازم عليكم تعرفوهم. تعرفوش معنتها السينونيم. وتعرفوش معنتها الانطانيم. راح نشوفوهم بعد في النص. لاحظوا معي احبتي لدينا كلمة انتخاذ. اللي هي التعاون او المساعدة. هادي هي الى سينونيم تا صلیداريته. لدينا او الدلیکل اتر ایجویس تا اسری ایجویس تا ها. ایجویس تا ها. اتر ایجویس تا این ايجوش معنی ویشون انانی. ولا ها دوهم ها اله مفرادت المطلب منه اکنه تخرجم لديه ارامل دوزیر پارغرخ. نوازل هانا نمیرو 6. قلتصی لسى ایجویس سویوانه دان اقلقوا عزتی با الاسئلی ویشون انتخاذ او المنسبه. لدينا مجموع اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة